موسيقى أهلا بكم أعزائنا سوف نتحدث اليوم عن قاعدة جدا مهمة وهي قاعدة الإضافة الإضافة هي عبارة عن إسمين كل اسم منضيفه للتاني للتاني عشان يكتمل المعنى الإضافة هي عبارة عن عنصرين كلمتين إذن هون في عنا اسم وهون عنا اسم مضافين مع بعض تمام تم إضافتهم خلينا نشوف شو هو الأول وشو هو التاني الأول دائما نحن نسميه مضاف والاسم التاني اللي وراه نسميه مضاف إليه تمام زي ما بنحكي نحن مفتاحه البابي مثلا ماله مكسورا تمام إذن مفتاح شو حكينا مفتاح الباب إذن منحس إنه الباب أو المفتاح هو الجزء لا يتجزأ من الباب إذن مفتاح شو مفتاح الباب ما حكينا مفتاح الخزانة ما حكينا مفتاح البيت ما حكينا مفتاح الاشي ثاني فإذا نحن خصصنا الباب بالمفتاح وخصصنا المفتاح بالباب فإذا بالتالي هذا منسميه مضاف بس كلمة مضاف ما منستخدمها بالإعراب يعرفتوا كيف؟ يعني هون إذا بدنا نبلش نعربها بالنسبة للإعراب رح تصير مفتاح الاسم دائما بالبداية إذا ما حكينا يا طلابنا إنه الاسم دائما لما يكون بالبداية مرفوع بدي يكون شو؟ مبتدأ فإذا نعرفها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وممكن نزيد نحن جملة من عنا بنسميها وهو مضاف يعني هاي مش ضرورية لكن نحن عشان نعرف إنه هاي تعتبر مضاف هلأ نحن حكينا مفتاحه البابي الاسم اللي ورا الاسم الأول اللي عادة يعتبر مبتدأ مدامه مش مرفوع معناها ما رح يكون خبر شو خبرنا نحن عن مفتاح الباب إنه مكسور فإذا هون كلمة مكسور هي الخبر خلص هون حددنا إنه خبر طيب هلأ صار عنا هون question mark على كلمة البابي في عنا اسم ثاني بعد الاسم الأول المرفوع بعد المبتدأ يعني بس ما له مكسور فبالتالي هو ليس خبر بدي يكون إشي ثاني فبالتالي هلأ نحن خصصنا إنه المفتاح هو للباب ومدامه هذا الاسم مجرور فبالتالي بيكون اسمه هيك بيكون إعرابه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره هذا دائما دائما هو إعراب أبدا لا يمكن الاختلاف عليه بالنسبة للمضاف إليه المجرور دائما إذن بنا نعرف يا طلابنا إن المضاف إليه دائما شو ماله مجرور دائما مجرور يكون بالكسرة الظاهرة على آخره تمام إذن مفتاحه البابي ماله مكسورا هذه عادي بنعرفها عادي خبر مرفوع بالضم الظاهرة على آخره تمام إذن كمان معلومة ثانية بدينا نحكيها إن المضاف هيها ملاحظة أنها بتيجي مرفوعة ممكن تيجي منصوبة ممكن تيجي مكسورة إذن نتذكر إن المضاف تختلف حركته أو حركة آخره حركة الآخر صح؟ لكن خلينا نتفق على شغله إن المضاف إليه دائما يكون مجرورا إذن المضاف إليه يكون دائما اسم ودائما يكون مجرور تمام ممكن يكون هلأ مجرور بالكسرة مجرور باللياء ممكن لأنه جمع مذكر سالم ممكن يكون مجرور بحالة أخرى اللي هي الياء لما يكون جمع مذكر سالم زي مثلا ممكن نحكي مفتاح المعلمين ماله مكسورا خلينا نجرب نحكيها هاي مفتاح المعلمين مكسور هل أمفتاح عادي زي ما عربناها هون إنها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لكن المعلمين إجت مفتوحة إحنا عرفنا إنه المضاف إليه ماله دائما مجرور طيب ما بجرها إذن أنا بالفتحة بدي أجرها بالياء لأنه المعلمين هي جمع إذن مجر بالياء لأنه المعلمين هو جمع مذكر سالم إذن هاي هي بشكل ملخص وشكل كتير مبسط وسهل شرح لا المضاف إليه بس نتذكر يا طلابنا الأحباء إنه المضاف إليه دائما يكون اسم ودائما يكون مجرور دائما يكون مجرور بالكسراء الظاهرة على آخره زي هون أو بالياء زي حالة جمع المذكر السالم شكرا للاستماع وإلى اللقاء